اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلي قل وصحبه وسلم عاديين ومكسلين ومش عارفين تعملوا غدا ايه النهاردة معي وصفة جمدة جدا وانا متأكدة ان بعد ما سمع الفيديو ده هتعملوا الوصفة دي ايه وتعتمديها ان شاء الله لانها مكوناتها سهل وبسيطة وموجودة في اي بيق الاول هاجيب بمعلقة خميرة كبيرة علامة معلقتين سكر عليهم كوبية ونص مياه دافية بالشكل ده اقلبها كده لحد ما دوب الخميرة في المياه تمام؟ هتبقى معلقة معلقة صغيرة بكمبودر وربع كوبية زيت وبطين تمام؟ طبعا احنا هنعمل عجينة زي عجينة الكريب كده او زي عجينة الكيكة معلتين زبادي بالشكل ده ومعلقة خل كبيرة اقلبهم بقى كده وقلبهم كويس جدا لحد ما اخفي كل معالم الزبادي والبيض بقلبهم كويس جدا بالشكل ده تمام؟ احط بقى رشة ملح او ربع معلقة ملح ورشة زعتر زغيرة تمام؟ اقلبهم بقى كوبية ونص دقيق اقلب بقى كده كويس جدا بالشكل ده ويا ريت يكون بالمضرب اليدوي عشان خاطر ما تكتلش معايا وتبقى نعمة وقوامها كريمي بالشكل ده تمام كده اركنها بقى على جنب لحد ما ترتاح العجينة اجيب بقى طاسة احطها على النار وحط فيها المادة الدهنية زيت سمنة زي ما انت حب واجب بصلة مفرومة ناعم واقعد اقلب فيها لحد ما تتبل معايا احط عليها ربع كيلو لحم مفرومة او صدور فراخ مفرومة تمام؟ اقعد اقلب فيها كده بالشكل ده ويا ريت لو وصلت لحد كده شجعيني وديني لايك حلوة كده تمام؟ هجب بها البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون وشطة وبهارات لحمة اقلبهم كويس جدا بالشكل ده حط على بقى طماطم وفلفل ومع لقى صلصة قلبت كده كل المكونات على بعضها بالشكل ده لحد ما عصقت اللحمة في الخضر معايا كده طبعا دهنت الصانية جبت الصانية ودهنتها مادة دهنية كويس جدا وحطت العجن السيلة فن منها اللحمة طبعا تنفع جبنة جبنة بالقوطة عادية أو فلفل بدل اللحمة المفرومة تمام؟ يعني عاجينا لجميع الحشوات المختلفة حطت الخليط التاني على وش اللحمة المفرومة بالشكل ده ودخلتها في الفرن لحد ما بقت بالشكل ده دهنتها بقى كاتشاب أو صلصة متبهرة المتاح عندك ورشيتها بقى بايه؟ جبن كده وجبنا مرزاللة وفلفل وطماطم ولنشن بالشكل ده ادخلها بقى الفرن تمام كده دخلها في الفرن بقى حد ما تاخد وش معايا اخرجها بقى كده وتوحفة جدا وتهلة وسيطة واكيد مكوناتها موجودة في اي بيت ادخلها بقى كده والبسم الله ما شاء الله حلوة جدا تمفع غداعشة حاجة حلوة كده عالسريع للولاد ما تنسى نيش بلعب دعوة حلوة متعمل الطريقة واتجرى بيها ما تنسيش باللايك والشير وارسب اسكرايب للقناة عشان يوصل لكل جديد واترككم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته